من أحلى وأنجح الوصفات في الإيرفراير هي كفتة المشوية وهقولك إزاي تطلع متماسكة وما تفكش منك وفي نفس الوقت طرية وجوسي ما تنشفش منك في القلاية وهنشوف مع بعض أخدت وقت قد إيه تكربوها على طريقتي هتعجبكو جدا واكتبوه لي رأيكو في التعليقات ولو أول مرة تشوفيني بتنسيش تشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو أول حاجة معايا نص كيلو لحمة مفرومة فيها نسبة دهن يعني بقول الجزار يفرم معها قطعة لية أو قطعة دوش تبقى حوالي 20% منها دهون ودي من الحاجات المهمة جدا عشان تطلع مجدودة ومسكة نفسها ما تفكش منك وعشان تطلع نفس الطعم كفتة الحاتي نص كيلو لحمة المفرومة بيحتاج بصلية متوسطة فرمتها فرمي ناعم في الكبة لو حابة تعصري البصلة وتصفي ميتها برحتك لكن أنا ما بصفيش ميتها وبتطلع برضو متماسكة بعملها بالطريقة دي وبتفكش مني وهتشوفي النتيجة بنفسك نص كيلو لحمة المفرومة بنحتاج معلقة كبيرة دقيق ومعلقة كبيرة نشع ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر الدقيق هيمتص كل السويل والنشع هتديها قوام حلو وتخليها متماسكة أكتر أما البيكنج باودر عشان ما تكشش منك وتبقى هشة كده وطرية وجوسي من جوه البهارات نص معلقة صغيرة ملح أو الملح حسب الرغبة زي ما بتحبي نص معلقة صغيرة فلفل أسود ربع معلقة صغيرة بهارات لحمة أو سبع بهارات ربع معلقة صغيرة بابريكا بتدي لون حلو ومعلقة من بهارات الكفتة أنا بجيبها اللي هي البهارات الجهزة اللي بتتبع في السوبر ماركت ممكن تجيبها من عند العطار خلي بالك ما تزوديش الملح عشان بهارات الكفتة بيبقى فيها ملح وبحبك جدا أحط معلقة صغيرة من هارست الشطة بتدي تيستة حلوة قوي في الكفتة لو ما عندي كيش ممكن انت فرومي مع البصلاية أرنفلفل أحمر وكل المقادير هتظهر دلوقتي على الشاشة وهسبها لك كمان في صندوق الوصف ممكن تديفي شوية بقدونس بس خدي الورق بس بلاش العيدان وفروميهم كويس ونخلط كل المكونات مع بعض كويس جدا أنا قعدت أعجن فيها حوالي خمس دقايق والخطوة دي مهمة جدا عشان تطلع الكفتة متماسكة معانا وهدخلها التلاجة ساعة أو ساعتين عشان تستريح وتتشمع وممكن تعمليها على بيات وتبدأ فيها تاني يوم ودلوقتي بعد ما عدى ساعة هبدأ أسخن القلاية دقيقتين على درجة حرارة متين فاضية وهسيبها تسخن على مصبع الكفتة وبحب أصبع الكفتة على المعلقة الخشب دي أو الشوكة أكيد عارفنها وموجودة عندنا كلنا شايف الكفتة متماسكة ازاي؟ كده تعرفينها نجحة معاك وعمرها ما هتفك منك معلقة الدقيق مع معلقة النشا مع النص معلقة بيكنج بودر خلوها متماسكة وهتطلع هاشة وطرية من جوة مش هتطلع نشفع ولا هتكشف القلاية وهتفضل متماسكة شايف منظرها عامل ازاي؟ أنا بحاول أوقعها من على المعلقة مش بتقع كده تبقى الكفتة بتاعتك نجحة جدا هكمل تصبيع الكفتة هعمل حوالي 8 صوابع كفتة محترمين كده كبار عشان تكافي القلاية هدخلهم أول مرة وكمية البقية هصبعها وعملها مرة تانية القلاية كده سخنت تمام هبدأ أرس الكفتة ومش هدهن القلاية زيت كفاية قوي الدهون اللي بيها كفتة هاختر برنامج الشاوي اللي هو قطعة اللحمة دي على درجة حرارة متين لمدة 20 دي بس طبعا مش هتاخد الوقت ده كله هنشوف مع بعض هتاخد وقت قد إيه ما تفتحيش عليها قبل 10 دقايق عشان تكون اتمسكت وتعرفت إيه بيها كده بدأت تاخد لون ومسكت نفسها هقلبها على الناحية التانية شغلها ديقتين عشان تاخد لون من الناحية التانية وكمان ديقتين يعني أخدت معايا الوقتي 14 دي شايفها متباقي من البرنامج 6 دقايق وطلعت لونها تحفة وطرية وراحتها بقى ما قولكيش بجد كفتة الحاتي بالزب نفس الطعم والريحة وطرية وجوسي من جوه لو انت عندك اللاية غير فيلبس اثبوتي نفس درجة الحرارة والوقت زي بالزل ومتزوديش الوقت أكتر من كده عشان ما تجلتش منك وتنشف وممكن تشوي معها شوية خضار ساعت بحط معها فلفل يتشاوى وبصل بيبقى طعمه جميل جدا وعملت جنبها شوية رز بسمتي وبطات اسمائلية برضو في اليرفراير ما تنسيش بقى اللايك والشير لو عجبك الفيديو واكتبي لي رأيك في التعليقات وهتلاقي عندي قيمة تشغيل لوصفات اليرفراير وأشوفكو على خير بإذن الله في فيديو جديد